وواحد يعني من وسائلها المهمة جدا جدا زي ما حضرتك بتقول الفن الفنون يعني أساسا الفنون أساسا يعني بينه وبينك أساسا عندناش وسيلة تانية طبعا الأدب دلوقتي في مشكلة كبيرة في القراية الناس وسائل التواصل الاجتماعي خدتها من فكرة الكتاب ولو أنه يعني ممكن جدا نرجع له تاني لأنه الكتاب هو الرفيق اللي تقدري في أي لحظة تحطيه وترجعيه وتعيد الصفحة وتعودي غير التواصل يعني تفتكر الجيل الجديد ممكن يعني يوافع بالله ممكن أنا مش شايف لأنه كمان كان قالوا أن التلفزيون هيقضى على السيناء وما حصلش وسائل التواصل هتقضي على الكتاب ما حصلش الكتاب يظل هو الوسيلة للتسقيف الديموقراطية أنت اللي بتختريه مش هو اللي المفروض عليك وبعدين أنت اللي بتحددي تقري إيه وما تقريش إيه وتفوتي إيه وما تفوتيش إيه وأنت تعودي إليه يعني بمعنى هو مرجع أساسي أنا شايف لغاية الوقت أن الكتاب مهم جدا طبعا الكتاب معنى الأدب معنى العلم معنى المقال معنى الشعف طب يعني كيف نعيد الجيل الجزيد الجيل الشاب إلى هذه الوسائل والله إحنا أنت دورك برضو كأعلميين يعني الإعلام يعني أنا محترم جدا برنامج زي برنامجكو لأنه هو بيدعو لده يعني الدعوة أولا نوفر وقت ونقلل من فكرة الضغط على وسائل التواصل الولد اللي مسك لله نوفر وقت ونغير شكل التواصل مع الأجيال دي يعني بمعنى أن إحنا نحدث نفسنا نحدث خطابنا نحسسه بمزيد الحرية في التفكير فده حيخليه ينطلق ويحب يقرأ ونعمل أنا يعني ده أول برنامج يشوفه بيعتمد على أنه بتكلم على حديث الناس وعلى استطلافات حتى المثقفين وكده إحنا المثقف عندنا مجهول يعني مع كل احترامنا نجوم المهرجانات مشهورين أكتر بكتير جدا من كل المثقفين والأدباء عندنا كتير جدا شعراء مهمين جدا في مصر فعايز أقول أن هي رحلة طويلة من إعادة الناس مرة تانية إلى أهمية دور الثقافة اللي هي الإراية والأدب والسينما والمصرح والموسيقى ده كله كل الفنون أه طبعا